أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين أهمية اختتم المحادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطع غزة وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بأن لها أن بلانكين شدد خلال اتصال هاتفي مع الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بن جانس على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغافة في غزة وتهدئة التوترات في الضفة الغربية وعلى أهمية زيادة مستويات المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة كما ناقش بلانكين أحدث الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار كجزء من اتفاق لإطلاق صراح المحتجزين ومنع الصراع من التوسع في جميع أنحاء المنطقة مجددا موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن العملية العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية